السلام عليك تلميذي الأعزاء أشهالك يمكنكم بخير اليوم سوف نندخل إلى درس جديد يسمى تعاقب الإختيار إعادة المرحل انطلاقاً من تعاقب الإختيار فهو ينتمي إلى تعاقب الأو إذن هو الإختيام بين تعاقب الأو و تعاقب إعادة المرحل ركزوا معي في البنية الداخلية إذن كما كم تلاحظوا هذا هي البنية الداخلية إذن في مرحلة 8 تلاحظون هناك تفرعين التفرع الأول والتفرع الثاني التفرع الأول عندما يتحقق شرط A0N فتنشط مرحلة أربعة وتقامل مرحلة الثالثة أما تفرع الثاني ما الذي يوجد فيه؟ يوجد فيه استقبالية A0 في أنبار وهذا سهل موجه إلى مرحلة اثنين إذن ما الذي يحدث؟ إذا كانت مرحلة ثلاثة منشطة وA0 في أنبار محقق ما الذي يحدث؟ تعادل مرحلة الثنين والثلاثة إذن نقول أن تعاقب إعادة المرحل هو تعاقب كذلك اختياري يشبه تعاقب الأو لكن وش فرق ما بينتهم تعاقب الأول وكنت تحتاج إلى إحتيمال ressort إذا قلت تحقق إعادة المراحل هاديًا لانتحكم مرحلة ثلاثة معاقبة كهرباء والهوائي ونزيد مرحلة إضافية ونسميها مثلا مرحلة أربعة ونزيدها تساوي واحد إذا التلاميذ الأعزاء أنتم لا تسألوني سؤال وتقول لي يا أستاذ انطلاقا من دفتر الشروط كيف سنعرف باللي يعطالي تعاقب إعادة المراحل إذا طريقة بسيطة جدا إذا مشح يقول لك في الدفتر الشروط يقول لك هناك حالتين والله يقول لك هناك احتمالين والله يقول لك هناك اختيارين وبعدها يبدأ يمنع لي يقول لك الحالة الأولى وش يمدلك إذا تحقق الشرط فيحدث كذا كذا ثم كذا كما كذا إلى آخره والإحتمال الثاني والله الحالة الثانية وش يقول لك إذا لم يتحقق الشرط فتعاد المراحل إذا تركزوني على جملة فتعاد المراحل إذا فتعاد المراحل كما هنا وش يقول لك إذا تحقق الشرط A0 في أن فيحدث الفعل أربعة وإذا لم يتحقق الشرط فتعاد مرحلة ثنين وثلاثة فيعاد فعل اثنين وفعل ثلاثة إذاً هذا هو تعاقب إعادة المراحل ممكن قد يعطيها لك بالعكس إذا لم يتحقق الشرط فتعاد المراحل وإذا تحقق الشرط فيحدث كذا ثم كذا ثم كذا هذا هو دفتر الشروط لتعاقب إعادة المراحل ولكي نفهم جيداً سوف أعطي لكم مثالين رائعين متحركين بإذن الله تعاقب إعادة المراحل وشيح يولي بسبوسا إذن تلاميذ الأعزاء درسنا اليوم هو متمن إعادة المراحل بالتفصيل تلاميذ الأعزاء أذكركم بالسلسلة خاصة بالمتمن حصل ماضية درسنا تعاقب المتزع من الواو واليوم شاح نديره تعاقب إعادة المراحل إذن هنا أبقى ونزوج حصص وبإذن الله ربي قدرنا ونكملها في أقرب وقت إن شاء الله فاصل ثم نواصل إذن تلاميذ الأعزاء أول مثال نبدأ به هو أشغولة ثقب القطع كما كما تلاحظوا هذه مناولة هيكلية لجزء من نظام الآلي وسميناها الأشغولة واسم هذه الأشغولة أشغولة ثقب القطع تلاميذ الأعزاء مطلوب منكم مطلوب منكم تشوفوا المناولة هيكلية وتشوفوا المتمن تنسيق الأشغولات إذن ثقب القطع رقم ترقيمها 5 زيدوا تقرؤوا المتمن قيادة وتهيئة وتحوسوا على تشغيل آلي وموسط تشغيل آلي وتقرؤوا الدفتر الشروط وجدوا الاختيارات التكنولوجية وكذلك هنا وش أعطيتكم أعطيتكم عداد إذن العداد إذن بالعداد هي X53 ومسح العداد هي X50 إذن في الحصص الماضية قد تكون استراتيجية ترسم الأشغولة آخر حاجة وش أعطيتها لكم وقراءة تركيب الإلكتروني كما هنا عطينا تركيب إلكتروني واللي هو عداد لا تزامني في X53 وX50 وهذه مراحل من هذا المتمن إذن تلميذ الأعزاء وش ما أطلوب منكم وقفوا الفيديو ورسموا للمتمن ومبعد شغلوا الفيديو وشوفوا هل إجابة تاكم صحة أم لا إذن تلميذ الأعزاء بعد ما حاولتوا أرواح نعطيكم سيميلاسيو ومبعدها نرسم المتمن إذن كما كما تلاحظوا هنا هذا النظام وش وظيفته وظيفته ثقب ثلاث قطع وش معناتها كل مرة يتعاود كي جي قطع له لا يثقبها ومبعد نزيد تعاود يثقب قطع الثانية ومبعد نزيد تعاود يثقب قطع الثالثة ومبعدها تلميذ الأعزاء كي توصل للقطع الثالثة تنتهي أشغل الثقب القطع هيا تلاميذين ديروا محاكاة بأنفهمهم له في البداية يتم تقديم القطع عن طريق بساط متحرك الذي يتحكم في أمثلين وعند وصول القطع إلى ملتغة السي بي ركزوا ما الذي يحدث يتم ثقب القطع عن طريق الجملة رفع آ اليوخور الساق رفع آ ودواران محرك المثقاب وعند ذقط على آ وحد نهاية الثقب فتتم رجوع الجملة عند ذقط على زيرو تنتهي عملية الثقب الأولى فبعدها تعاد ثم تعاد أمدية الثقب ويعود المثقاب ثم يتم تقديم القطع الثالثة فتعاد لمرة الثالثة عملية الثقب وعند ذقط على آ وحد تعود الجملة وتنتهي أشغولة ثقب القطع إذن تلاميذ الأعزاء أرواحون نرسمون ما تمنتح هذا نظام آلي إذن تلاميذ الأعزاء أول حاجة وشيء لنقرأ السؤال أنا سنطلب منكم أرسم ما تمنجل نظر جزء التحكم إذن المنفذة المتصدرة هي الأفعال والملتقطة هي الاستقبالية بعد تلاميذ الأعزاء روحون ما تمنتسيق الأشغولة نحوصوا على ثقب القطع رقم الأشغولة هو خمسة إذن نسمو مربع مزدوج خطين متوزن نكتبه خمسة بعد نسمو مرحلة ابتدائية بما أن أشغولها خمسة مع أنتها مرحلة ابتدائية خمسين بعد تلاميذ الأعزاء روحون دفتر الشروط ونقسمو عن طريق حرف الفصل والحرف الوصل إذن في الدفتر الشروط في الحالة التراحة يتم تهيئة العدد وإرجاعه للصف إذن وشانا نلاحظوا هنا في المرحلة الابتدائية يوجد فعل يسمى التهيئة نكتبه روميز آزيرو لمن هذا التهيئة للآن إذن نكتبه بهذا الشكل لماذا؟ لأن في الحالة تراحوش قناة يتم تهيئة العدد ويرجعه إلى الصف إذن في المرحلة راحة ممكن يكونوا أفعال تهيئة بعد تلاميذ الأعزاء مرحلة خمسة نسموها استقبالية وشيء استقبالية مرحلة خمسين إذن الاستقبالية أولى على شكل إشارة نيدا هذا ستكون على شكل إشارة X5 وفيه في ماذا؟ في تشغيل آلي أو طلب توقف نهاية الدورة تشغيل آلي رقمها X104 أو مواصلة تشغيل حتى نهاية الدورة ترقمها X105 إذن نكتبه هنا X5 في ماذا؟ في X104 أو X105 وبعدها تلاميذ الأعزاء راحوا لمرحلة خمسين ورحوا الدفتر الشرور وشيء قناة في الدفتر الشرور يتم تقديم القطع عن طريق بساط متحرك بهذا الشكل متى يتوقف المحارك عند وصول قطعة إلى ملتقة CP إذن نكتب مرحلة خمسين من بعد نبحثه على المحارك ما الذي يقوم بتدوير بساط اللي هو محارك M2 المحارك M2 ما هو المنفذ المتصدر الذي يتحكم فيه اللي هو كامثنين إذن أكتب هنا فعل كامثنين متى ينتهي الفعل كامثنين عند وصول أمام المثقاب وشكني بي اللي القطعة وصلها أمام المثقاب اللي هو ملتقة CP إذن أكتب هنا ملتقة CP ولا تشوفوا في الجدول الاختياط مكتوبها CP خالية كهوضوية تكشف عن القطعة بعد تلميذ العزابات ما كملنا مرحلة 51 يروحوا إلى مرحلة 52 في المرحلة 52 وشكالنا يتم ثقبها عن طريق جملة رافع أو المحارك M3 هناك إذا كان فعلين كان فعلين الفعل الأول هو خروج ساقة رافع A والفعل الثاني دوران المثقاب نديكم سيميلاسي وبتفهمها وتنتهي عملية الثقب عند ضغط على A1 وأكتب فعلين الفعل الأول هو دي أزيد والفعل الثاني كأم ثلاثة ركزوا على المنفذات المتصدرة إذا نرافع A هي ثنائية الاستقرار إذا حابت خروج ساقة رافعا غضي لها دي أزيد إذا حابت دخلها غضي لها دي أناقص أنا حابت خروج ساقة رافعا لذي كتب دي أزيد وهنا كأم ثلاثة هو الملامس الذي يتحكم في أم ثلاثة متى تنتهي عملية الثقب عند ضغط على A1 وعند نهاية الثقب عرفناها عند ضغط على A1 وعند نهاية الثقب ما الذي يحدث تلميذي أعزاء جزوا معي منه تعود الساقة رافعا ما استمر الدوران المثقاب مع عد القطع إذا نقدر كينفيد تلميذي الأعزاء جزوا معي منه قينفيد تعود الساقة رافعا لازم التقضية العكسية بس كؤثنية الاستقرار ما استمر دور المثقاب مع عد القطع إذا توجد ثلاث أفر إذن ديروا السيميان ستكون بهذا الشكل رجع الساقة رفعة ودوران المحرك والعدد يحسب واحد اذا في المرحلة الثلاثة وخمسة ما نكتبه دي ا ناقص تقضية العكسية رفعة ا واستمر الدوران المحرك وفعل العدد النقطة نكتبه ان زايد واحد بها نبينله بالعدد تصاعدي من بعدها تلميذ الاعزاء متى تنتهي مرحلة الثلاثة وخمسة تنتهي عند تحقق شرط ا زيرو اذا هنا وش كين كين ملتقط ا زيرو من بعد وش قالنا وعند تحقق شرط ا زيرو كين احتمالين اذا كان عدد القطع اقل من ثلاثة معنى هنا اقل من ثلاثة وش يقصد بها موسط الحساب معنى ان بار واذا كان عدد القطع يساوي ثلاثة معنى ان وصلت ثردت العدد معنى ان يقصد ان معنى كين احتمالين اما ان بار اقل من ثلاثة او يساوي ثلاثة وش معنى ان اذا كان احتمال اول اذا كان عدد القطع اقل من ثلاثة وكوّن احتمال الثاني... واذا هو؟ وإذا كان عدد القطاع يساوي ثلاثة إذا كان هنا يحتمال ثاني وغيرًا فوق الاستقبال لاي countdown عند الاعزاء ها أقل من ثلاثة ما��owitz ان لا يصلiy لعادات في انبار ان وش معنى انو Syman وش معنية زي Server لم ينتهي العدد, يعني وش معنه يقصد لك انبار وش معنها وعندها تحقق شرط ا A0 معنها A0 وانبار كي ما تحقق ترديد انه فانها تعاد عمليتا التقديم والثق ماذا الذي يقدم القطعة له محرك اذا محركتك سويا معنى اعمل تقديم القطعة اخر محركتك ام ثلاثة وعملية الثقة ما كون يقوم بها رافعة ا والمحركتت مع أنها تعاد مرحلة 51 و 52 و 53 أرواح ندير سيملاس ونشوفه إذن مش حيصرة فإنها تعاد عملية التقديم والثقف إذن يعاودي دور مفارك يقدم قطعة وبعدها تتم عملية الثقف وبعدها رجوع المثقاب إذن تلميذي الأعزاء وش راكم تلاحظوا هذا تعاقب إعادة المرحل إذن أكتب هنا تعاقب إعادة المرحل وهذا الخط وين نعاود ونرجعه نرجعه للمرحلة 51 بهذا الشك تعاد عملية التقديم مسؤول عنها محرك M2 وعملية الثقف مسؤول عنها رافعة A والمحرك M3 والإستقبال هنا وش نكتبه نكتبه A0 اللي هي رجوع الساقة رافعة A في N bar وبعدها تلميذي الأعزاء ما ننسوش السهم التلوجيه تعال إعادة بهم بينه إعادة المرحل 51 و 52 و 53 إذن تلميذي الأعزاء كما تلاحظو تقبنا قطعة الأولى وأعدنا ثقب قطعة الثانية ومزدنا مكملش قطعة الثانية لماذا؟ لأنه إذا كان عدد قطعة أقل من ثلاثة فإنها توعد تزيد النسخ بقطعة الثانية وذلك عن تقديمه عن طريق محرك M2 إذن تزيد تعاود مرحلة 51 عندما يتحقق السي بي تنشط مرحلة 52 توعد عملية الثقب عن طريق رافعة D أو كام 3 من بعدها توعد مرحلة 53 فيها دي أناقص وكام 3 والعدد يحسب العدد كان رقم 2 وش يحي ولي ذركو حي ولي رقم 3 كما كنت لاحظو هنا وصلنا للعدد ونمصلناش وصلنا شرط نهاية العدد أن يساوي 3 إذن تلميذي الأعزاء هنا وصلنا شرط نهاية العدد أن يساوي 3 ما نقصده بها A إذا وش قالنا في هذه الحالة إذا كان عدد القطعة يساوي ثلاثة تنتهي الأشغلة إذا الإستقبالية هذه وش نكتبها؟ نكتبها A0 مع أنت عودة ثرافية A في A وهنا N مع أنت شرط محاقق مع أنت وصلت للتثقيطة وش قالكم تنتهي الأشغلة إذن باش ننتهي وننتهي مرحلة الانتظار مرحلة الانتظار نكتبها 54 هذه مرحلة الانتظار تبدأ الجواب على شكل الإشارة هذه الإشارة هي X54 ومرحلة الانتظار لازم تنتهي بالإستقبالية بما أن استقبالية هذه X5 هذه لازم تكون X5 بار ونجب أن نغلقه في هذا الشكل ونجعله سهم التوجيه وهنا تناميذ الأعزاء كملنا من إعادة المراحل بها نشوف خدمتها صحيحة لا 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 لازم نشوف التركيب الإلكتروني كما كنت تلاحظوا هذا هو العداد إذن X5 مربوطة بالمسح إذن هنا في الخمسين مش كاتب روميز A0 مع أنتها راني صحيح كنت تنشط مرحلة خمسين وش دير تمسح العداد أما X53 هي إذن بالعد وكما كنت تلاحظون هنا X53 يوجد AN مع أنتها كذلك صحيحة كنت تنشط مرحلة X53 وش تولي X53 تساعد واحد واحد في إشارة الساعة توصل إشارة الساعة العداد والعداد يبدأ يحسب إذن غراف ستعي هنا أراه صحيح انطلاقا من المناولة هيكلية ودفتر الشروط وجد والاختيارات والتركيب الإلكتروني اللي هو عبارة عن عداد ترديده ثلاثة تصاعدة تلاميذ الأعزاء لكي تفهموا جيدا سوف أعطي لكم مثال آخر كما تلاحظون هذا مثال ثاني هذه مناولة هيكلية لجزء من نظام آلي هذا جزء نظام آلي يسمى أشغولة هذه الأشغولة تسمى أشغولة ختم القارورات روح المتمن لتنسيق الأشغولات ختم القارورات ترقيمها ثلاثة ثم نذهب إلى متمن قيدة والتهيئة نبحث على تشغيل آلي ومواصل تشغيل آلي X104 و X105 ثم نقرأ دفتر شروط نقصهم بحراف الفصل والحراف الوصل وندرس جدول الإختيارات المنافذات المتصدرة هي الأفعال والملتقطة هي الاستقبال إذا طلب منها متمن من وجهة نظر جزء التحكم وكذلك هنا أعطنا تركيب عدد دوراء كاملة ترديده يساوي أربعة X32 هي إذن بالعد و X30 هي مسحة العداد إذا تلاميذ الأعزاء وقفوا الفيديو وارسموا للمتمن ومبعدها قارنوا متمنتعكم مع متمنتعي وصحوا الأخطاء إن وجدتهم إن شاء الله ما تخلطوش بإذن الله هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ كما كنت لاحظوا هذا نظام ووظيفته ووظيفة ختم القارورات بتاريخ الاستهلاك كما كنت لاحظوا هذا هو تاريخ الاستهلاك سبعة سبعة ألفين وخمسة وعشرين إذا أول حاجة نعطيكم سيميلاسي وبهتفهموا إذا يتم تقديم القارورات عن طريق وهذا البساط يتحكم فيه محرك آم واحد عند وصول القارورة إلى أمام السي بي تتم عملية الختم عن طريق خروج الساقة رفعة عند ضغط على دي واحد وشمعتها نهاية الختم وبعدها وش يسرى ترجع الساقة رفعة وبعدها تلاميذ الأعزاء هاتي المراحل تعاد أربع مرات كمالت القارورة لولا وش لازم لي تقديم القارورة الثانية عن طريق نصر تعاد عملية التقديم ثم عملية غروف الساقة رفعة للختم ثم رجوع الساقة إذا نكذكر هذه المرة الثانية ثم تعاد للمرة الثالثة ثم نزول ساقة رفعة دي للختم ثم رجوع ساقة رفعة دي وش معنى هنا وصلنا لقارورة الثالثة ثم تعاد للمرة رفعة عند وصول القارورة أمام السي بي تتم ختمها ثم رجوع ساقة رفعة دي وعند ضغط على دي زيرو تنتهي الأشغولة إذا كما كم تلاحظوا هذا التعاقب إعادة المراحل إذا تلميذ الأعزاء أرواحه نرسم المتمن إذا أول حاجة أطلب منها متمن ونجد نظر جسد التحكم إذا المنافذات المتصدة نكتب عليها الأفعال والملتقطات نكتب عليها الاستقباليات ثم نذهب إلى متمن تنسيق الأشغولات ختم القارورة هي أشغولة رقم ثلاثة نرسم مربع ترقيم ثلاثة يحتوي على خطين متوازين هو رمز الأشغولة ثم نرسم مرحلة الإبتدائية الثلاثين ثم ندرس دفتر الشروط وشغولة الختم القارورات في الحالة التراحة يتم تهيئة العدد ويرجعه للسفل إذا في المرحلة الإبتدائية الثلاثين يوجد فعل رمز أزير إذا أكتب هنا أراز نقطتين لمن للتهيئة للعداد الآن بعد تلميذ الأعزاء مرحلة الثلاثين عندها استقبالية استقبالية التحارة تكون على الشكل نداء هذا نداء على شكل إشارة X3 والشرط الثاني هو نحوص على المراحل تشغيل آلي وموسط تشغيل حتى نية الدورة تشغيل آلي 104 وموسط تشغيل أو طلب توقف نية الدورة هي 105 إذن الاستقبالية تكون X3 في X104 زائد X105 بعد تلميذ الأعزاء يوجد مرحلة 31 إذا في المرحلة 31 وشاحي صرفية يتم تقديم القارورات عن طريق بساط المتحرك إذا نرسم مرحلة 31 بعدها سؤال مطروح ما الذي يتحكم في هذا البيساط الذي هو محرك آم واحد ومحرك آم واحد يكون يتحكم فيه كآم واحد إذا مرحلة 31 فيها كآم واحد متى يتوقف المحرك عند وصول قارورة إلى ملتقط CP لذلك كتب لنا وعند وصولها أمام ملتقط يتم عدها وختموها عن طريق رافع وش معنا؟ وكتهي توقف المحرك عند وصول قارورة إلى CP إذا هنا استقبلش نكتبه نكتبه CP من بعدك يتوصل قارورة CP وش عيسرة؟ يتم عدها فعل الأول وختموه عن طريق رافع دي فعلين إذا فعل الأول خروج ساقة رافع دي والفعل الثاني الآن من بعدها تلميذ الأعزاء في المرحلة 32 كيف نكتبه فعل؟ الفعل الأول دي دي زايد لماذا كتب دي دي زايد؟ لأن رافعة هذه هي موزع ثنائي الاستقبل دي دي زايد للخروج ودي دي ناقص للدخل أنا سنخرج الساقة رافعة سنختم القارورة إذا دي دي زايد والفعل الثاني وش هو الآن؟ من بعدها وقتها تنتهي عملة الختم عند ضغط على دي واحد إذا استقبالي هنا وش ستكون دي واحد من بعدها وش قالكم تلميذ الأعزاء؟ وعند رجوع الساقة رافعة دي وش معتها كينا في المرحلة 33 كان فعل؟ وش هو التغذية العكسية رافعة دي وفي المنافذات المتصدرة الموزع هو ثنائي الاستقرار وبنها رجعه لازم نديره دي دي ناقص إذا في المرحلة 33 وش تكتبه دي دي ناقص من بعدها وش قدنا؟ كي ترجع الساقة رافعة دي دي ناقص وش ستضغط على دي زيرو وش معتها عند رجوع الساقة رافعة دي 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 كان احتمال اول وكان احتمال ثاني واذا يجب أن يكون هذا الخط لازم يكون فوق الاستقبلي هذه. هل نبدأ في الاحتمال اول. ادى كان عدد القرارة اقل من اربع انبال وعند رجوع الساقرة في عدد مع انها دي زير وش حيسرة فانها تعاد عملية التقديم والطبعه. اذا هذا الخط وهنا يروح يروح المرحلة واحد وثلاثين. اذا هذا التعاقب تنميذ الاعزاء والشي و هو تعاقب اعادة المرحل. اكتب هنا تعاقب اعادة المرحل. وهذا الخط ونيروح يعيد مرحلة 31 وهذا الخط لازم يكون تحت الاستقبال يمكنك فوق الاستقبالية ونديرو الاستقبالية بهذا الشكل واشيالاستقبالية إذا كان عدد قارورات أقل من 4 معناتها N bar في D0 نكتبو D0 في N bar ونديرو السهم تا الرجوع هذا الاحتمال الأول أما احتمال الثاني فإذا كان عدد قارورات يساوي أربعة معناتها N ورجوع الساقرة في حتى ضغط العدد D0 فتنتهي الأشغالة إذا ما نديرو فتنتهي الأشغالة إذا ما نديرو فتنتهي الأشغالة في N تنتهي الأشغالة وكل أشغالة باش تنتهي تنتهي بمرحلة الانتظار اللي هي X34 هذه X34 سنتمد الجواب على شكل إشارة إشارة هي X34 وهذه المرحلة الانتظار تنتهي بالاستقبالية بما أن هنا X3 هنا ستكون X3 bar سمحوا لي اعذروني هنا X3 bar وليس X5 bar ومن بعدها وين نرجع للمرحلة الإبتدائية ونكتبه سهمة توجيه بهذا أشك وهنا تلاميذ الأعزاء كما نديرو شغالة رقم ثلاثة لكي نتأكد من العمل تاعنا نحضر تركيب الإلكتروني للعد كما تلاحظون هذا هو تركيب العداد إذن X30 باش مربوطة بالمسح وهنا وشاني كاتب X30 مكتوب أرهز معنتها في المرحلة الإبتدائية رهي صحيحة وكذلك X32 مربوطة بإشارة 900 إذن بالعد إذن X32 مكتوب الآن معنتها صحيحة وهنا تلاميذ الأعزاء كل شيء أرهو صحيح ومراحل المتمن تتوافق مع تركيب العداد الإلكتروني القيناة باللي 30 هي راز والقيناة ثمية مربوطة بالراز والقيناة 32 اللي هي إذن بالعد القيناة مربوطة بإشارة الساعة وهنا تلاميذ الأعزاء وصلنا نهاية الحصة ومبقى علي يقول لكم غير سلام اشتركوا في القناة